اشتركوا في القناة كنا دايما بنتكلم وبنحكي وبنقول اصل الريف المصري واصل الخير اللي موجود عندنا في بلادنا مع مرور السنين ومع الزيادة السكانية ومع الحديث دائما على ان احنا عايزين نبقى احسن وان يبقى فيه تطور داخل القرية المصرية بنجد ان فعلا حصل تطور ودي كلمة بكررها دايما تطور اصاب القرية المصرية دون ان يطورها بمعنى ان الخدمات اللي تقدمت هل هي فعلا كانت مفيدة للفلاح المصري وكانت تحقق نوع من توفير الخدمات الحقيقية ولا الخدمات اللي تم ادخالها الى القرى المصرية في السنوات الماضية كانت يعني تفتقد الى كثير من متطلبات حياة الريف المصري الفلاح ليه عادات تختلف عن المحافظات الكبرى وعن الحياة في المدن الفلاح المصري اتعود ان هو ينزل ويتابع ارضه مع طلقة الشمس ويشوف ايه اخبار الري والمحصول بتاعه اخباره ايه كان المفروض ان مع الزيادة السكانية يبقى فيه ايضا توسع سكاني او توسع فيه المساكن بعيدا عن الاراضة الزراعية ان يكون فيه طرق مناسبة للفلاح ان يخش فعلا خدمات مرتبطة بمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي تناسب الزيادة السكانية ولكن للأسف كانت بتوصل خدمات غير مكتملة وبالتالي المفروض ان الخدمات دي كانت تتحل مشاكل عندي لأ مشاكل دي سببت ازمات ليه لان الفلاح لما جيه يستفيد من هذه الخدمات ابتدى يطور بنفسه لما جيه يبني لولاده ابتدى يبني داخل ارض زراعية لما جيه يستفيد من توصيل مياه الشرب وان يدخل خطوط للصرف الصحي ابتدى يعملها بطريقة عشوائية في اغلب الاماكن واقرب مكان دي كان ان انا اوصل مصورة على المصر وبالتالي افساد حقيقي للطبيعة والخير الغني اللي موجود داخل هذه الاراضي الزراعية لما ابتدينا نشوف خطوات من الدولة علشان تحل هذه المشاكل كان خلاص المشكلة فعلا بقت امر وقع وبقت موجودة داخل محافظة مصر كلها مفيش حد مننا ينكر ان التعدى على الاراضي الزراعية واضح للجميع في كل المحافظات التعامل معي يكون ازاي لغاية النهاردة ولغاية هذه الضحظة احنا بنتكلم على تغنيز القوانين وان احنا فعلا نبتدي نشوف هنعمل ايه مع الفلاح علشان يا اما يقلن وضعه يا اما يتم الازالة لكن اللي يهمني النهاردة انا عايز اقول اللي لسه ارضه منتجة ولسه ارضه منزرعة خلي بالك من قوتك وقوت ولادك خلي بالك من ارض المصريون كلهم دي مش ارضك انت لوحدك وهي دي حضارة الفلاح المصري اللي هتحدد وجود وبقاء الفلاح المصري داخل الدولة المصرية من غير ارض زراعية لا يوجد ما يسمى فلاح الفلاح هو الشرف والكرامة والانتاج والعمل لازم نحافظ عليه وعلى ارضه مرحب بحضرتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة